يشهد الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام انهياراً كبيراً منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان وتزداد معاناتهم يوماً بعد يوم مع تدني قيمة الرواتب التي فقدت أكثر من 79% من قدرتها الشرائية في غدون ذلك، إضراب تحذيري تنفذه رابطة موظفي القطاع العام معيدة ذلك إلى مطالب عدة مطالبنا هي بالشكل التالي تصحيح الرواتب والأجور للأجرة والمتعاقدين والموظفين والمتعاقدين أيضاً وتحويلها على سعر دولار معين، دولرة الرواتب نخليها تصير دولرة على سعر دولار معين بدنا بدل نقل تنكية بنزين يتناسب مع المسافات التي يقطعها الموظف من بيته إلى مكان عمله إلى بعدين إلى بيته بدنا تصحيح التقديمات الاجتماعية والاستشفائية اللي حتى ترجع مثل ما كانت سابقاً بدنا كمان أهم شيء أنه دعم الجامعة اللبنانية والمستشفى الحكومي والتعليم الرسمي لحتى نقدر نتحكم ونتعلم بشكل مجاني على حساب الدولة اللبنانية وكننا عم نقول أكيد أنه إعادة دولة الرعاية الاجتماعية بشكل أنه هي تعمل استيراد للمعدات الطبية، للأدوية، للأجهزة الطبية المطلوبة الهيئة الإدارية للرابطات تؤكد على تمسكها بالمطالب المعلن عنها بانتظار ما سيصدر عن الحكومة من حلول أما في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب قد ينتهي المطاف بتصعيد لا ينتهي إلا باستعادة الحقوق كافة في حال لم يتم تنفيذ هذه المطالب أكيد من بعض الإضراب هيدا التحذيري سوف يكون لنا اجتمع بالهيئة الإدارية ونتدرس الموضوع حسب الظروف التي نحن نمرق فيها أكيد بالتنسيق مع كافة القوى النقبية الحية وبقية الروابط بالقطاع العام أكيد خطوات مفاجئة وخطوات كثير كبيرة وإن شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة وتتجاوب الدولة اللبنانية مع مطالبنا اللي نحن عم نحكي فيها ثلاث سنوات ونصف على بدء أزمة غير مسبوقة على العاملين في الإدارة العامة ومتقاعدها في كل مفاصل حياتهم إنما يبقى الحل الوحيد بتصحيح أوضاعهم التي تضمن لهم عيش حياة كريمة اشتركوا في القناة